بدأت وزارة الخزانة الأمريكية في اتخاذ إجراءات غير عادية لمنع التخلف عن سداد الديون الحكومية في خطاب أرسلته إلى الكونغرس الأمريكي دعت وزارة الخزانة الأمريكية الكونغرس إلى التحرك بسرعة لحماية الثقة الكاملة للولايات المتحدة ومصدقيتها وأشرت إلى أن من الممكن أن تساعدها مثل هذه الإجراءات غير العادية في تقليل حجم الديون المستحقة الخضعة للحد المحدد حاليا عند 31.4 تريليون دولار محذرة في خطابها من أن الإجراءات لن تساعد إلى لفترة محدودة ليست أكثر من ستة أشهر